سلام عليكم ان شاء الله في فيديو نهاردة هنتكلم عن ازاي نقدر نلحم اي سي هات السيرف اس مونت وازاي نتعامل معاها مسلا لو احنا شغالين في مشروع تخرج بابسط التولز اللي موجودة معانا وان انا ما نحتاجش اي تولز مع قلة زي الهوت اير ستيشن زي زي مسلا مكوة اللي حامل هي فيها مسلا التمبرتشار كنترول فاغلب التولز دي بتبقى غالية في السوق فانا هحاول اشرح لكم ازاي نتعامل مع اي سي هات السيرف اس مونت مثلا زي المايكرو كنترول ده هننحمه النهاردة على سوكت هولهولكو برضو كمان شوية باوسط التولز باستخدام فلاكس ممكن بس ومتقى سدير وممكن مثلا كحول مية في مية او ممكن برضو تنر للتنظيف وبس يعني مجرد تولز بس بسيط فده مثلا مايكرو كنترولر اي تي تايني اي تي فاي في دي احنا حاليا هنفق كم العبوردة دي وهننقله ان شاء الله في دلوقتي اللي انا هستخدمها هوريها لكم دلوقتي انا مستخدم ده بيجي على شكل زي ما احنا ما شايفين ليها سند في بلانجر بتبقى موجودة فوق بضغط بيها عشان هنعمل للفلوكس المودل نمبر بتاعه ار ام اي اه متين تلاتة وعشرين ده طبعا بتصنع في الصين وساعات طبعا بيبقى مطروب بس هو عمتا بيشتغل عادي مفيش مشكلة معنا اه برضو ممكن احتاج اه سلك الشيلد عشان مسلا لو هنضف بادة من على اي بادة عندي في البوردة ده يعتبر انسب حاجة للتنظيف بدلا مسلا ما استخدم شفاط ازدير لان مسلا فنفرد دلوقتي لو انا عندي بادة عليها ازدير او حصل مسلا بريج ما بين بادة والتانية ففي الحالة دي لو انا هستخدم شفاط الازدير ساعات لما باجي ادوس على الزرار بتاعه بيحصل ولاقي طبعا ان النشافات الازدير بيتحرك نتيجة الرد الفعل بتاعه فساعات مسلا ممكن ما تلحم تغبط في البادة فتتجرح او بادة تتشال فطبعا يستحسن في في اللحمات اللي زي كده نستخدم فيها سلك الشيلد انسب حاجة ارشح هو سلك الشيلد من شركة جوت جوت ويك طبعا ده مصنوع في اليمان وخلي بالكو برضو ان سلك الشيلد بيكون عليه نسبة فلاكس مش هنحتاج نضيف فلاكس عليه لان نوعية جوت بيبقى فيه فلاكس موجود في سلك الشيلد بتاعه وكده برضو نحط حبة فلاكس زيادة في التنظيف برضو مش مش هبقى فيه مشكلة طيب دلوقتي اوريلكو برضو السوكت اللي احنا هنقل الاي سي عليه اه فاغلب محلات الالكترونيكس بنلاقيهم بيبيعوا اه سوكتات بتعمل كونفيرتنج الاي سي هات مسلا بتاعتنا زي في الحالة دي هنلاقي بيبقى مكتوب البين بتش عندي في مسلا في اتجاه معين ولا بس هحاول ازبط ميكروسكوب بحيث ان هو يعرض لكم مش كده رفعنا ميكروسكوب اعتقد كده من موضوع اوضح حكاية بالنسبة لكم اعميلت البور ده اه البين بتش هي المسافة ما بين السنتر بتاع البادة الاولية مثلا والتانية فهي اي مسافة ما بين البادة واللي بعدها على طول من السنتر اللي هي البين بتش بتاعتي هي اه برضو لو جيت الابة الاي سي الجنب التاني حاول اعمل لكم فوكس لو جيت بقى الابة السوكت من الجنب التاني هلاقي فيه باترن تانية برضو ممكن اقدر حط عليها الاي سي بتاعي اللي هي 0.85 مليمتر بين بتش ما بين البادة والبادة سنتر بتاعاتهم بالزبط ففي الحالة دي اقدر احط الاي سي على البوردة الصغيرة او الكونفيرتر ده وقدر ارحم البين هيدرز بتاعتي من الجنبين وفي الحالة دي ممكن اوصل للشكل النهائي اللي هو عليكم ده الشكل النهائي هو اللي ظاهر عندي في الصورة بيبقى عندي المايكرو كنترولر ملحوم هو طبعا انا نسيت انضف البوردة دي ان انا دايما باستخدمها في تجارب زي ما احنا ما شايفين وبرضو موجودة عندنا هنا البين هيدرز بتاعتي اقدر استخدم ده في البريد بورد بدون اي مشكلة وفي حالة دي طبعا لو انا اضطر مثلا موجود عندي component surface mount قادر استخدمها عادي بدون مشكلة طيب دلوقتي هنعمل ايه بالزبط هنا في المسال اللي قدامنا ده طبعا انا هنا هستخدم مكوة لحام جوت هي المفروض مكوة اللحام دي 100 واط اكشوالي او مكافئة مكوة لحام 100 واط لان شركة جوت عملت افجيرات في مكوة اللحام بتاعتها في الهيتنج سيستم بتاعها بحيس ان هي تبقى اكفأ من حيس درجة الحرارة وان هي المعنى صح تبقى اكويفلنت المكوة لحام عالية شوية في مكوة اللحام دي هي دلوقتي هما خلوها 45 واط بس مكوة لحامت جديدة هي 45 واط واكويفلنت المكوة لحام بتاعتهم القديمة الميت واط طبعا لازم تكون ايدينا سيعة جدا في اللحام وهحاول ان شاء الله استخدم ابسط الاساليب الممكنة بحيس طبعا ما نحتاجش ان احنا نشتري او نحتاج مسلا نستخدم مكوة لحام ونستخدم مثلا كمسال انا هنا مستخدم فلاكس من شركة امتك هو ده اصلا بيتباع في محلات الصيانات تاعت الموبايلات ممكن مسلا لو في حد فيكم محتاج يجيب منا ممكن يسألني وانا اقول لكم تيجيبوه منهم بالزبط ده فلاكس طيب ار ام ايه متين 23 هو ده مفروض يعني شركة امتك بتصنعه في امريكا او حسب ما انا مفاكر لكن ده متصنع في الصين فعادي يعني ساعات بيتضربوا الاسم مفيش مشكلة احنا برضو ككب بنستخدمه وبيبقى شغال مفيش مشكلة ده النزل بتاعت السرنجة بتاعتي وبيبقى في عندي في بلانجر لما باجي ادوس عليه بيعمل للفلاكس اللي عندي فالفلاكس طبعا هو الحاجة الاساسية في اللي حاملة ان هو بيمنع ان يحصل ببقى بين البادات وبعضها وبيقلل يعني بيمنع واصلا ده هو السبب ان الاسدير يتراكم ويعمل يعمل سولدر بريدج ما بين البادات وبعضها بس وطبعا الفلاكس بيشيل في الاسدير وبيخلي اللحام بقى بسهولة جدا ومارن بس ف دلوقتي احنا هحاول نفك المايكرو كونترولر في طبعا الطريقة دي انت يستحسن تعملها لو انت مضطر ويستحسن برضو تكون ايدك سريعة جدا جدا في اللحام لان مكوة اللحام دي شديدة ممكن حتى برضو ببوز الاي سي لو انت فضلت كتير موجه مكوة اللحام ناحية الرجول بتاعت الاي سي وسيبها فترة كبيرة دلوقتي هحط حبة فلاكس هحاول اعمل بريدج اسدير على البادات دي كلها مع بعض واحاول اعمل بريدج اسدير على الجنب التاني بتاع الاي سي وهسخن الجنبين بسرعة هقعد انقل سن مكوة اللحام ما بين الجنبين وفي نفس الوقت همسك التويزر او او الجفت مسلا امسك بيه الاي سي بتاعي من الجنبين واعد اسخن من الجنبين بسرعة في الحالة دي وهستغل ان اللي موجود في الجنب ده والجنب التاني هو اللي هيعمل هي الترانسفير لكل البادات بتاعتي في وقت واحد فتعالوا كده اهو خلي بالكو برضو ان المكوة الحامل جديدة جدا نحاول نخلي ده مسال يعني زي ما احنا كده مسال ما شايفين ده سولدر بريدج اولاني ده كده السولدر بريدج التاني احنا برضو هنعمله يعتبر كده هو كأننا عملنا اتنين سولدر بريدج هنحاول دلوقتي نمسك الاي سي بالجفت ونسخن الجنبين بسرعة اهو زي ما انت ما شايفين كده الاي سي تفك خالص ما فيش اي مشاكل نهائي اي سولدر بريدج هو موجود عندي هنحاول برضو ننظف الاي سي ونشيل اي سولدر بريدج موجود دي كده البوردة القديمة احنا طبعا دلوقتي مش هنحتاجها في الوقت الحالي دلوقتي طبعا انا ممكن احط حبة فلكس على البردج بتاع الازدير المعامول ده وهستخدم مكوة اللحام وفي وجود الفلكس بتاع السن بتاع مكوة اللحام كبيرة هراحز كده ان السن نفسه بيسحب الازدير وبيمشي بيمشي خالص من على البدع بتاعتي يعني في حبة رايش طالع من الرجل ممكن في الحالة دي احسن ان انا نستخدم السولدر ويك السولدر ويك هو عبارة عن اه مجموعة اسلاك عاملة زي زي الشبكة او معمولة كده مع بعضها احاول حتى احنا اللوكو فوكس عليه فلما باجي اه اه تعتبر بتشتغل زي الاسبونج او او زي السفنجة لما باجي اقرب مسلا سلك الشيلد ده من اي بدع عليها اسدير بيقوم شافط الاسدير في وجود الحراب على طول ففي الحالة دي بقى ايه ممكن نمسك الاي سي بتاعنا من نظفه هنحط حبة فلكس على سلك الشيلد ونبدأ بقى نسخن على البي ده اللي احنا عايزين ننظفها هنلاقي على طول ان سلك الشيلد بيسحب الاسدير زي ده على طول ما بيكونش في اي مشكلة هين بس كده خلاص احنا نعتبر ننظفنا الاي سي ما فيش اي مشكلة طب دلوقتي بقى هنيجي نبص على السوكت بتاعنا بالنسبة لي هنا عشان انا بصور فانا بستخدم قعدة لتثبيت الاي سي بيكون فيها هي ممكن اصلا اسبت الاي سي هات في الكلام ده او ممكن اسبت البورد بحيس ده يساعدني في التصوير لكن انتو مش تحتاجوا حاجة زي كده خالص انا لما باجي اربط المصمر ده ساعتها بيمسك البوردة دي من الجنبين عشان بس التصوير ده مثال يعني انا طبعا هنحتاج نقلب البوردة عالجنب التاني ان احنا محتاجين ال 1.27 مليمتر بينبتش طيب ايه انسب حاجة ان انا اقدر الحم بيها الاي سي سيرفس مولتين على البورد ده انسب حل هنا عندي ان انا اعمل ايه احط اصدير على بادة واحدة بس احط فلاكسة على البادة الوحيدة دي واسبت الاي سي عند البادة والحم رجل واحدة بس لما اتأكد ان كل حاجة تمام اقوم لاحم البناية الادجيسنت انا مثلا بختار البناية رقم واحد والبناية رقم خمسة او ممكن اختار البناية رقم اتين او تمانية بنتين اصاب بعض بشكل دياجونال عشان تسبت الاي سي من الجنبين هنلاحظ طبعا ان الاي سي هنا في دوت موجودة يبقى دي البناية رقم واحد هي اللي عنده وهنلاحظ برضو ان بي ارو او سهم بيشاور على البناية رقم واحد على السوكت ادي البناية رقم واحد على السوكت هنعمل orienting هو للاسف انا الاي سي ده يعتبر كبير شوية على السوكت بس احنا هحاول نتصرف هو يتلحم مفيش مشكلة بس هو كبير شوية على السوكت حاليا الاختيار اللي موجود عندنا طيب دلوقتي نحط حبة فلكس على البناية رقم واحد نحط الزير على البناية رقم واحد هنمسك الاي سي بالجفت ونبدأ نزبط مكان الاي سي وبعدك انا نستخدم مكوة لحام بما ان انا بستخدم ايديا الليمين فيستحسن ان انا الف الاي سي وخلي البناية رقم واحد تبقى ناحية الليمين اللي انا برحم عندها حيس اخلي اللحام يبقى سهل بالنسبة لي هو السوكت بالعافة يقدر يفت الاي سي فايه نزود حبة فلكس كده الاي سي يعتبر ثبت من خلال البناية رقم واحد كده نحاول نبص نبص كده الاي سي ما فيش في اي مشكلة خلاص نقلب وعالشي برضو الهولدر خبط في المروحة كده نيجي عند البنية رقم 5 نحاول نثبت الاي سي كده او لو جينا حتى بصنا نواحز ان البنية رقم 1 وبنية رقم 5 كده بقى نعمل ايه نحط لقص على باقي البنية ونبدأ نقبل اي ازدير على كل البنية لحد ما نخلص كل حق او دلوقتي كده حصل عندي او ده يعتبر نتضرب ازاي نستخدم سلك الشيلد و ازاي ننشيل البردج دلوقتي نقلب البردج على الجنب الثاني و لو اتبقى اي بردجات في الحالة دي احنا ننظف البردجات عادي بدون مشكلة البردجات عادي بدون مشكلة البردجات عادي البردجات عادي البردجات عادي اتباليها وبس والباقي بيبقى موجود على سن المكوة هنروح برضو الناحية التانية مكان ما البردج موجود نزبط الفوكس بتاع ميكروسكوب نتضرب نحط حبة فلوكس و نحاول اننا نسحب الاسدير تابتون حتى ما نستخدم السولدر ويك ممكن نستخدم جنب السن بحيث ان السيرفس اريا بتاعته كبيرة اهو زي ما احنا ما شايفين في وجود الفوكس بيكون الموضوع ده سهل جدا جدا وهحاول حتى اقرر لكم الموضوع ده تاني حاول اعملها قصد يعني اضيف قصدير زيادة زي ما احنا ما شايفين حط حبة فلوكس على الاسدير او الجامبر اللي عامل شورت ما بين البنتين من بعض هستخدم جنب السن لان السيرفس اريا بتاعته كبيرة هتسحب الاسدير بسرعة من على البداء بتاعتي زي ما احنا هشايفين كده بدون ما استخدم لا شفط اسدير ولا حتى استخدم سلك الشيلد طب هجرب لكم برضو نفس بس المرة دي بسلك بسلك الشيلد هعمل شورت عادي جدا هما بين البنات وبعدها هستخدم سلك الشيلد طبعا في وجود الفلوكس بيبقى الموضوع ده سهل جدا هحط سلك الشيلد على البنات اللي عاملة شورت هقوم بضغط بسن المكواب الراحة هلاقي ان سلك الشيلد عامل زي السفنجة وسحب كل حاجة على طول ها هستخدم سلك الشيلد بيبقى معمول من اسلاك نحاس لكن هلاقي ان سلك الشيلد لنفضي وحتى ناشف نتيجة ان الاسدير اصلا تم امتصاصه في سلك الشيلد بس ده كده يعتبر اللحام بتاعنا انتا طيب دلوقتي احنا محتاجين ننظف السوكت بتاعنا من الفلوكس لان الفلوكس بيركز الرطوبة على البنات بتاعتي هو بيقعد يمتصر الرطوبة من الجو وبيخليها تتكون على البردة فده شيء مش حلو بيخلي البنات بتاعتي تتاكل مع الوقت في دلوقتي هستخدم ممكن كحول 99% او استخدم تنر اول اسف الكحول 99% انا مش لقيه حاليا في السوق هبستخدم التنر بالكبادزيل دي هستخدم العود بتاع القطن ممكن استخدم الفرشة بتاعتي مثلا لو في حبة فلوكس موجودين ما بين الاسلك وبعدها على الفرشة وانظف ممكن برضو استخدم مناديل دي برضو نوعية مناديل موجودة عبارة عن مناديل متصنعة من الياف فايبر دي برضو بيبقى الامتصاص بتاعها علي انا لس حتى وبجربها اول مرة معاكم ومجربتها شابلي كده انا دلوقتي ياوق بنظف بيها الايسي من فوق والبداية وكل حاجة او زي عملتوا ما شايفين كده الايسي بتاعنا خلاص اتلحم على البرتو بعد كده اقدر الحم البنات بتاعتي بتاعت البنهيدرز مش هيبقى في الحالة دي في اي مشكلة انا انا ممكن اوقف الفيديو لحد انا على معتقد طبعا ان كل الحاجات التانية دي سهل سهل نعملها انا تعالوا برضو نبص على جودة اللحام انا مسك البرده في ايدي لاحظ برضو ان لازال في فلاكسة حتى و موجود في الموجود تحت الرجول ممكن يعني نزود كمية التنر والنظفه اللح هزين كل رجل عندي متوصلة في البداية بتاعتها تعالي البناية رقم التلاتة انا شاكك انها ممكن ما تكونش ملحومة كويس اه مش ملحومة كويس بالذات برضو او انا اتأكد ان الجوينت بتاعي مفيش في اي مشكلة وحتى احاول احاول اهز الرجل بتاعت الاي سي بأداية وحاول انها بتتحرك دي برضو بتتحرك دي برضو بتتحرك او الرجل مش تتحرك لان هي اصلا ملحومة ممكن اتأكد من باقي الرجل اعطاكد دول مفهومش مشكلة ممكن تكون الرجل رقم ثمانية فيها مشكلة متهاية لي لا ما فيهاش مشكلة دي برضو ما فيهاش مشكلة ولا دي وانا بس بحاول اوريلكو البادات بتاعتي بزاوية بحيث تبقوا شايفين تفاصيل البناية والبادة مع بعض طيب يبقى كده البناية رقم اتنين وتلاتة واربعة ما تلحموش كويس نحاول برضو نحط عليهم الزير ونزبط اللحم اده اكتر حط حبة فاكس تاني ومرة دي نزود حبة كمان دي انا بس عايز اوصل للبادة اللي موجودة تحت تحت الرجل ومشكلة اصلا ان السنة ده كبير جدا جدا على ان هو ممكن يدخل ما بين الرجلين بتاع الاي سي اه كده كده الاسدير وصل اخيرا للبادة بتاعتي كده مش مشكلة حصل عادي خالص بس اهم حاجة ان الاسدير يوصل للبادة نفسها كده انا 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 شايف ان هو وصل فعلا للبادة موصلش للبادة الاخيرة كده وصل ممكن نستخدم جنب سن مكوة اللحام لان السيرفس الى بتاعته كبيرة ونحاول نخليه يسحب يسحب الاسدير الزيادة من العرب بداعتي انا هنا بستخدم سفنجة حرية بحيث نضف بها سن مكوة اللحام بتاعي والسفنجة الحرية لازم احط عليها مية مستخدمش السفنجة الحرية دي كتون مية اللي انا كده هباوز سن مكوة اللحام واصلا السفنجة الحرية هببوز من الحرارة العالية بتاعت المكوة طب كده هستخدم اه دي تقريبا بيسموها بيسموها مايكروفايبر كلوس او حاجة زي كده عبارة عن عن دقيبا كتعة كتعة زي قماش او هي اصلا مش قماش هي متصنعة من في تنظيف الموبايلات والحاجات دي في السيانة البورد وكده وبتمتص الفلاكس بسهولة احسن من المنديل يعني الحقيق انا اصلا ناس ناسي اسمها الحقيق بس كده نعتبر خلاص ان احنا خلصنا اللحام نتأكد ان كل بادة ما بتتهزش او لما اجي اقبلاي عليها اي بروشر بالبوينتر بتاعي ده كده بضغط على كل بادة على كل رجل مفيش اي حاجة بتحرك الحالة دي اقدر اعتبر خلاص ان انا خلصت كده الحامل بتاعي بشكل نهائي وحتى يعني كويس جدا ان حصلت المشاكل اللي انا وردها لكم من شوية ان الاسدير ملحمش الرجل في البداء بتاعتي فده يعني حصل قدامنا المسال ده بالكامل بكل مشاكل وكل حق بس ان شاء الله ممكن اكمل باقي الفيديو بتاع اللحام ده ممكن الحم الفيديو اللي جاي الحم فيه حتى اعمل تست على ان شاء الله في الفيديو الجاي بحيس اتأكد ان كل حاجة سليم اه هو حاليا الفيديو وصل خلاص 29 دقيقة ونص فصعب ان انا اطول لان الفيديو حجمه بيبقى كبير جدا ماشي لو عندكم اي اسئلة اه تقدروا تسألوني على فيسبوك او يوتيوب ما فيش اي مشكلة خالص شكرا